مرحبا دكاترا اشلونكم ان شاء الله تكونوا بخير وياكم دكتور عبدالله مرحلة سادسة جامعة اسكندرية بمصر ان شاء الله سأكونوا معكم بكورس لمادة الباثولوجي لسنة ثالثة طب تكريت فخليكم معي طيب تعال خلينا نبدي بالبداية انطيك شوية اناتومي اللي انت تحتاجه في الجي اي تي باثولوجي تمام اللي هو بداية احنا عندنا في الاورال كافيت تعرف بداية عندنا اللبس او الشفايف تمام ممكن تجي بيها باثولوجي وعندك جوة اللبس شنو عندك عندك لثة اللي احنا نسميها جنجايبا تمام او يسموها غامس اللي هي هذه دافت عمل هذه كلها تجي ممتن بها وباثولوجي وعندك التانغ تانغ همي نتيج بيها باثولوجي زين وعندك ايضا ثري سلي بيري قلندس التي هما الزينинов الذي هما perkörوتت وعندك الجوة هذول لو تلاحظ عليهم واحدة جوا المانديبل هذا نسميها سبانديبل public واعكو واحد او واحدة جوا الليسان نسميها شنو سانوها سبليلijke وكل هذه ممكن تجي بيها باثولوجي زين؟ طيب تقولي possible بس هذي أصلا بروتت أو هذوله مو موجودين في أورال كافيتي شنون بالله هم صح ما موجودين بسعدهم قنوات مثل ما تشوف تروح تفتح وين تروح تفتح في الشسمة في أورال كافيتي طيب إضافة إلى عندك شغلة مهمة راح ندرسها اليوم يعني هم أنا أريدك تعرفها عندك هنانا بالعوم بالعوم نسميه إحنا فارنكس تمام فارنس هذا متصل ويهّا بتصل ويهّا بتاكيي مالتك ممتصل ويهّا بأنا أريدك هذا هو أوّال كافيتي إتصاله بالعوم ما هو هذا كله يسموها Auro Pairings لأن هذا أحتاجه بعدين يفيدني الكلمة هاي Auro معناها Oral Cavity Oral Cavity معناها هذه كلها يجب بها Pathology ومن أشهر Pathologies اللي هو أصلاً يجب بها سرطان سنذكرها بعدين هذه Pathology اللي أنا حالياً محتاجة أو أي شيء صارت همياً أنا راح أذكر لك بالصورة أو بالثريدي فهنا لو تجي تشوف منطقة أناتومي مثلاً قاعد يقول لك والله عندك Lips و Teeth و Tongue ومدره شنو مثل ما قلت لك هاي سوال في كلها متعلقة بالأناتومي فأنت ما تحتاجها الصراحة هاي أنا قاعد يقول لك Lips وعندك Cheeks للخدود كل هذه مكونات وورا الكبيتي طبعاً Teeth عندك Gums عندك اللي هي اللثة Tongue عندك طبعاً بها جزءين جزء القدام هو الأكبر يكون نسميها Interior Two Third وجزء الورا تمام اللي يكون جزء صغير يسموها Posterior One Third أكو فرق بيناتهم وعندك طبعاً أرضية Oral Cavity أو الحلق يعني اللي هي يكون جوه Tongue تمام يعني هاي سوال في كلها مثل ما قلت لك بالأناتومي إحنا ما ندخل بيها حالياً إلا شغلات معينة كل ما نأخذ مرض وأنا يقول لك هو لأناتهم يمانتها شنو إضافة إلى روف سقف الحليجمانتك تمام عندك بيها اثنين روف بارت شي اسمه بوني بارت وعندك الثاني واحدة اللي هي متكونة من ميوكس ميمبران بوني بارت هذا نسميه هارت بلت وأبو الميوكس ميمبران هذا نسميه صوفت بلت تمام هارت ليش سموه هارت صلب لأن عظمة عظمة تكون صلبة وهكذا يعني هاي الصور حتى اللي جايب لك إياه كلها متعلقة بالأناتومي يعني إحنا ما ندخل بيها كل شيء هواية مثل ما قلت لك يعني إذا أي شيء متعلق بالأناتومي ما رح أفوتك طيب تعال على أول مرض ويانا اللي انسميه غلوسايتس معنا غلوسايتس شنو؟ يعني الليسان تمام نجال بيه التهاب تمام غلوسو مثل ما أنا كاتب لك هذا معناه الليسان ايتس نهاية كلمة أي شيء تجي وتنتهي بايتس هذا نسميه إحنا شنو؟ نسميه التهاب غلوسايتس هذا إلى أزباب وأزباب مالتا ممكن تنسأل بيه بسهولة بالإنسكي أو إيسي تمام فأزباب تنحفظ بعد إذنك يعني فأول شيء اللي ويانا هو من الأزباب مالتا اللي ممكن يكون سببه بكتيريا أو فيروس تمام يأتيون يضربون الجسم فبالتالي يسوون شنو غلوسايتس التهاب في اللسان طيب شوفنا بالله صورتها صورتها هيان تشوف هذه هسه تعتبر طانج تمام مثل ما تشوف اللون الأبيض هذا كل شنو؟ كل هذا اللون الأبيض صار بإلتهاب مزين؟ فهذا اللي احنا نسميه غلوسايتس فأول سبب من أزباب هذا على فكرة يعتبر كوزس يعني؟ أول سبب من أزباب غلوسايتس اللي عندنا هو بكتيريا أو فيروس فيروس هذا يسمى هيرفس سيمبلاكس فيروس سلايد جاء حتى تأخذه وتفهم موضوعه شنو؟ فإذا هذا دخل الجسم فبالتالي يسبب لك شنو؟ يسبب لك غلوسايتس عندك مثلا واحد تعارق زين هو انضرب بالبوكس تمام؟ فبالتالي ممكن يعني يتأذى يتأذى حلقة يتأذى اللسان الممكن نهمينا بسبب هاي السالفة أو أي تروما أي كان يعني نوعه ممكن يسبب له غلوسايتس فهذا نسميه mechanical irritation تمام؟ أو ممكن صار injury from burns يعني صار حريق أو إصابة نتيجة الحراق تمام؟ أو شخص قاعد يأكل أكل بس هو سنونة للأسف حادة كل شوية عاض لسانة ممكن هذا يسبب غلوسايتس فقاعد يقول لك rough edges of teeth يعني سنونة حادة هذا عندك مهيجات مهيجات مثل شنو؟ مثل تبغ اللي موجود بالججارة تمام؟ أو حتى الكحوليات يعني أو الشخاص اللي يأكلون أكل كل شحار ماذا أقول لك أكل spicy hot foods يعني أكل كل شحار ساخن يعني أما spices هذا أكل المفلفل زين؟ الأثنين هذول ممكن هم يعني يسوون شنو؟ يسوون غلوسايتس إضافة إلى أنت عندك شنو allergic reaction يعني شنو allergic reaction؟ أنا عندي حساسين من مادة معينة شنو مثل شنو هذي المواد مثل معجون أسنان أبسط شيء تمام؟ Tooth paste mouth wash غسول الفم زين؟ أو منعيشات النفس يسموها breath fresheners تمام؟ أو أصباغ اللي موجودة في الحلوة يسموها dice in candy زين؟ أو حتى ناس اللي مركبين تقويم اللي هي plastic dentures تمام؟ تقويم الأسنان ممكن بالإحتكاك وهاي همينة تسبب شنو؟ ممكن همينة تسبب غلوسايتس شوية disorders عندك أمراض عندك مرتبطة في غلوسايتس هذي الأمراض شنسميها؟ أولها عندك iron deficiency anemia تمام؟ أنيميا صار أو فقر الدم صار نتيجة شنو؟ نتيجة نقص الحديد زين؟ هذا محتصر مالته اكتبه IDA أو اكتبه بالعربي إيده تمام؟ حتى ما تنسى وعندك أيضا أنيميا نوع الثاني اللي احنا نسميه Pernicious Anemia Pernicious Anemia هنانا يعني أنيميا الخبيثة بالعربي طيب أنيميا الخبيثة هذي السببه شنو؟ السببه عندك أنت فيتامين بي 12 هذا فيتامين بي 12 هو اللي مسؤول عن انقسام وكذلك عن نمو أو growth للRBCs فإذا نقص هذا الفيتامين اللي عندنا فبالتالي فبالتالي RBCs مالتك ما رح يتقسم فبالتالي يكبر 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 فبالتالي تصير هاي الخلية كلش عملاقة يسموها خلية خبيثة تمام؟ Pernicious Anemia سببه شنو؟ فيتامين بي ديفيشيينسيس نقص في الفيتامين بي هذا هم يعني يسبب ممكن غلوسايتوس تمام؟ يعني أشخاص اللي يجون بال Iron Deficience Anemia أو Pernicious Anemia ممكن يجووا معهم شنو غلوسايتوس عندك مرض ثانيين واحد اسمه Oral Arrythema Multiform Oral Arrythema Multiform اسم المرض شوية غريب أريثيما معناها أحمرار تمام؟ مالتيفورم بي عدة أشكال يعني تمام؟ وأورال يعني تجي فيه Oral Cavity المهم هذا المرض ما معروف سببه شنو؟ فهمنا قاعد يقول لك إذا اجه ممكن يجو ويا شنو؟ ممكن يجو ويا همنا اللي سميناها غلوسايتوس إضافة إلى شغلة مشهورة عندنا أبثس ألصر همنا راح ناخذ ونتعمق به طبعا أبثس ألصر هذا انت نايم مثلا شفت فتح لموزين صبح قعدت لقيت جو شفائفك صغير قرح أبيض أو يسموه فهذه هي أبثس ألصر اللي تكون شوية مؤلمة آخر شي عندك شوية أدوية اللي نسميهم ACE Inhibitors اللي هو Angiotensin Enzyme Inhibitors هذي قاعد يقول لك كثرة تستخدمها همين ممكن يتسبب لك شنو؟ غلوسايتوس طيب تعال هاسا نشوف هيرب السيمبلاكس فيروس شنو هذا الفيروس هيرب السيمبلاكس هذا اللي كان ينكتب اختصار مالته زين HSV تمام قبل شوية أخذناها اللي كان واحد من كوزس لي شنو غلوسايتوس طيب HSV هذا أنا أحب أسميه شنو كلاوتي طيب يعني شنو كلاوتي يعني نصاب زين طيب ليش نصاب وليش كلاوتي غير نعرف السبب هو قاعد يسوي فالتكتيك معين تمام وهالتكتيك هذا يضحك علينا بالفعل يعني يعني يسوي كلاوات ويانا شنو هذي التكتيك مال انت تعال شوف هاسا هذي اللي عدنا احنا بالدائرة اللي قاعد تشوف اللي رسمتها هذا احنا نسميه عقدة عصبية يسموه غانجليا تمام يسموه شنو غانجليا عقدة عصبية عقدة عصبية هذي اذا تحب تعرفها هي عصب او هو عصب يدخل لهذه العقدة زين يطلع منه عدة عصب عصب واحد دخل ويطلع منه عدة عصب مثل ما تشوف بس طيب اهنانا وين المشكلة هاس في هذا يموت على شي اسمه غانجليا طيب ليش ايش معنى غانجليا لانه هو هذا المكان الوحيد ملجأ ويتخبى بيه تمام يتخبى بيه يعني ليش يتخبى بيه لان هو يخاف من شنو من المناعة مالتنا من اليميون سيستم مالتنا يخاف منه طيب يعني شنو معنى فاهمني اكثر طالما انت اميون ريسبونس ازمالتك طبيعية ما بيه شي فهذا الفيروس ما يقدر يضربك ما يقدر يؤذيك طيب ايش وقت مشكلة تتفاقم عندك والفيروس هذي تتفعل تتفعل لما اميون ريسبونس ازمالتك اتقل تصير ويلقاء تمام فالفيروس هذا اللي اسمه يبدى يشتغل لما يبدى يشتغل طبعا يسوي لك شغلة بسيطة بس شوية هنا بثور يسوي شوفوا معي المالتها سيبدى يظهر على حوالين الشفائف تمام ياما هنا ياما على الشفائف بالضبط مثل ما انا اراسم لك هنا هزا حنشوف عليه صورة ثانية لذلك هذا الفيروس هو ينتظر شوكة المناعة ما تكتقل فهو يبدى يظهر تمام لان هو يخاف من المناعة مالتنا طيب تعال خلي نشوف شنو هذي هذي هنا في فيروس انفكشن قاعد يقول لك اول يعني شنو تخف من نفسه ماهي ما محتاج انت تاخد ادوية تمام بيروس بسيط لذلك اسموها سيمبلكس اوكي طيب هذي اول نقطة ثاني شغلة قاعد يقول لك تصير اشوكة يعني اشوكة تتنشط تبدي تتنشط تتنشط والله لما يكون عندك اميون ريسبونس تمام صاير ويلقاء تمام فالمناعة لما انتقل فهذي تبدي تسوي مرة ثانية طيب قاعد يقول لك عندك بيها نوعين نوع الاولاني هو الاشهر تمام ونوع الثاني اللي هو هذا اقل اهمية او اقل شيوعا اذا اج اس في الاطفال هذا يجي من غير اي عراض هذا نسميه احنا اسمتوماتيك يعني المريض ما يشتكي من اي شيء تمام فهذا اول شيء اسمتوماتيك وكذلك ممكن ممكن يجيوا اياه شنو اكيوت جنجايفا استوماتايتس اكيوت جنجايفا استوماتايتس يعني التهاب في اللثة والحلق استوماتايتس هذا يسموه التهاب اللثة والفم هتلاقي وياها شغلتين مهمة واللي هي تحددلك الهيربس الفلكس فيروس اللي هي واضافة الى تقرحات يعني جزء منها ممكن متحوصل تلاقي اللون ابيض واضافة ممكن تلاقي همينا شوية السيريشن السيريشن معناها شنو؟ معناها جزئية متااكلة تمام؟ طيب قاعد يقولك هو يخف خلاص يعني تغطفي تماما كدير في ثلاث اربع اسابيع وهو مكان المبيت وين مكانه وين يبات مثل ما قلنا لك في القانجليا دورمانت في لوكال قانجليا ري اكتيباشن ان ادلتهود يعني في البالغين ممكن تتنشط مرة ثانية يعني هسا مثلا اجي لتشيلدرون تمام؟ فهو يبات يبات في القانجليا بعدين مرة ثانية ممكن تتنشط مزين؟ لما يوصل الانسان ويبلغ من العمر مثلا يوصل مراهقة او عشرين سنن الى اخر المهم يصير انسان بالا بس شوكة مثل ما قلت لك لتنسى لازم مناعة ما انتك تقل فلما المناعة تقل فهو بالتالي يبدأ يسوي ري اكتيباشن تتنشط مرة اخرى فبالتالي يسوي لك شنو اللي احنا نسميه cold sore او قرح الباردة يسموها تمام؟ طيب شوف هنانا اللي عندك صاير شنو physicals لو تلاحظ عليها مثلا حويصلات ولونها جواها اكو substance لونها ابيض مثلا اللي احنا نسميه dried physicals وجواها اكو inflammation يعني حوالينها اكو inflammation هذي همينا نفس الشي مثلا هذا اللي انت اذا شفته غبال وانت مغمض تقول شنو انت مغمض تقول هيرف السمفلكس فيروس مرض اللي ويانا اللي هو افتس ألسر او يسموها تانكر سور تانكر سور او افتس ألسر هو نفس الاسم يعني تمام؟ ماكو اي فرق المهم هي قرحة تمام؟ قرحة في الأورال كيفيتي هذي يسموها افتس ألسر طيب هذا السبب شنو؟ وش وكا تتصيق؟ اول شي هذا كل شيء عندنا تمام؟ افتس ألسر هذا بسبب مثلا انت عندك امتحان قلقان تنام تقعد الصبح جو حلقك او خلي نقول ورا الشفايف بالضبط صار عندك شوية تقرحات وتكون شوية مؤلمة شوفوا اياها هذه صورتها اخاف اذا انت ما ذكرتها احنا فتحنا الشفة ستلاقي بها هذه القرح لونها ابيض صار طيب احنا نجح سنوصف المرض وشوي نطيلك الأسباب منتوا خلاص فاذا اول شي هو قاعد يقولك كومان يعني شنو كومان يعني مشهور تجي عند اغلب الناس اضافة هذا المرض او الافتس ألسر هذا يكون مؤلمة تكون مؤذية جو الموت يصير هل سبب من ازبابه يعتبر انفكشن؟ لا لا يوجد انفكشن بالموضوع ازباب راح نقولك اياها تحت طيب انطيني شكله اشنون يصير قاعد يقولك شكله ميكوزا يعني عبارة عن تقرحات موجودة في الميكوزا وراء الكابيتي وسطحية تشوفها قدام عينك يعني يعني تقرحات بسيطة مو عميقة تعتبر طيب انطيني ازباب مالتا ازباب مالتا ممكن تنسأل بها في الامسكو او في الايسي والله قاعد يقولك ازباب مالتا اي تمام اي قلق متعلق بالعاطفة تمام عندك مثلا فاميليل ناس عندهم مثلا بالاهالي اهالي دائما تجي لهم افضل صلصر فهم همين يجي لهم او ممكن يكون سبب هايبر سينسيتيفتي ري اكشن او احنا نسميه زيادة او فرط في التحسس يعني احنا مثلا جسمنا قاعد يتحسس زيادة اكثر من اللازم لمادة معينة تمام او مثلا تجي عند الحوامل او حتى البنات اللي تجي لهم اثناء الدورة مثلا مثلا من السيرويشن او عندك اوتو اميون ري اكشن اللي هو مرض مناعي ذاتي راح اقول لك مثال عليه بعد شوية زيادة وعندك همينة نوع من الانفلميشن اللي يسموه انفلماتوري تمام باول سيندروم اللي هذا يجي في الامعاء اعمالتنا تمام عفوا باول ديزيز مو السيندروم زيادة اللي يجي الانفلميشن هادي في الامعاء اعمالتنا همينة ممكن يكون سبب من ازبابه او مرض من الامراض اللي يسبب لنا هو افضل صلصر طيب تعال انطيني هاسا شوية ريسك فاكتور للموضوع قاعد يقول لك الريسك فاكتور هذي هم سؤال كل مهم يكون في الامسكيو طبيعي جدا تنسى البي تمام قاعد يقول لك اول سبب عندك هو سترس مخاطر هذا هذا اذا شخص عنده فبالتالي ممكن يجي له بسهولة افضل صلصر اول شي اللي عندك سترس فان شاء الله قبل شوية قايل لك اوتو اميون ديسورجس او ري اكشن تمام اوتو اميون معناها شنو اذا ما تعرفه انت تيشو مالتك بالطبيعي تمام مفروض يطلع لك شنو مفروض يطلع لك اجسام مضاد اللي احنا نسميهم انتيبوديز يروح يضربيه مثلا بكتيريا اوكي تمام لحد دسه حلو هنا الموضوع يختلف الاوتو اميون ري اكشن شنو اللي يصير من الموضوع هذا الانتيبودي تمام بدل ما يروح يضرب البكتيريا هذا يرجع شي سوي يرجع يضرب التيشو تمام يعني احنا كنو نضرب نفسنا بنفسنا كنو قاعد نلطم تمام فهنا تصير مشكلة زين هنا قاعد يصير مشكلة فهذه ديسوردر تعتبر خلاص ما يشي خلل تصير في الجينات يعني فانطيني مثال عليه عندك مثال اسمه مرض اسمه سيليك ديزيز سيليك ديزيز هذا يصير في الامعاء تمام لو انت تعرف هذه باللاي باللاي هذا اللي يتساعدك في شنو في ترانسبورت وابزوربشن للاكل والشرب تمام فهذه التيشوز يطلع انتيبوديز فبالتالي يضرب نفسه بنفسه فتتحول شكله الى هذا الشكل مجرد تعرفه وخلاص اضافة الى عندك اشخاص اللي عندهم ناقص في الغذاء عندهم او حتى عندك اذا اجا شخص عنده مثل ما قلت لك بوكس انضرب بوكس عادي ممكن همين يضرب على سنونه فبالتالي همينه ممكن يسبب أفضلس ألصر مثل أورال كابيتي تروما عندنا فانقاس او الفطريات مرض من امراض الفطريات اللي احنا نسميها كانديايزيز تمام كانديايزيز هذي يجي في الأورال كابيتي همينه او يسموه اسم ثاني ذراش ذراش او أورال كانديايزيز لونه او شكله بالصورة هي هذي تشوف هذي أورال كانديايزيز تشوف لون الابيض كأنه لبن تمام متجفف وباقي بليسانه هذا سبب كل شنو سبب أورال كانديايزيز طيب أورال كانديايزيز هذي قاعد يقول لك هو نوع من انواع انفكشن اللي يصيب شنو أورال ميوكوزة تمام ميوكوزة بالأورال كابيتي طيب شنو أكثر شغلة اللي ممكن يسببها أورال كانديايزيز يا فانغس فانغس إلى طبعا انواع واشكار زين يعني هو مو نوع محدد أوكي فهذا يسموه كانديدا اس بي بي اس بي بي يعني مو نوع محدد طيب هذا يجي ويصيب شنو الممبرين مالتك فأشهر شي اللي يسويها هو تمام كانديدا البيكنز البيكنز معناها البقاني كاتب لك هي معناها لون لون الأبيض باللاتيني هذا فلذلك احنا شفنا الطنق هنا شنو صاير لونه شفنا الطنق والله صاير لونه لون أبيض تمام طيب gross picture مالتك يعني اش لون تشوفه بالعين المجردة gross picture مالتك شنو شفته هسه اللي شفته هذا هو يعني مثل ما تشوف بقع تمام صاير شنو لونها أبيض وين صاير موجودة هذي في أورال ميكوزة ولما تجي تقشرها تمام تاخذ مثلا قطع من أو جزء منها تمام تلاقي وصلت انت جزء الأحمر مالت اللسان اوكي قاعد يقولك يعني تتقشر وتوصل لجزء الأحمر اللي احنا نسميه اريثروميتس سيرفس طيب تجي تسألني دكتور هل الى هذا مخاطر ريسك فاكتورز؟ اي عندنا وهذا همنا ممكن تنسيل بيه في الايسي وامسيكيو اي شخص عمره بعده شبابي يعني ممكن يجي الى هذا المرض تمام يانج ايج ثاني شخص لناس اللي تستخدم انتي بايوتكس اللي هو مضادات الحيوية تمام حتى احنا نقل بيه البكتيريا او ممكن شخص عنده دايبيتس مليتس مرض السكري او عنده سوء التغذية مالنيوتريشن او قاعد يستخدم كورتيزون او يسموها كورتيكوستيرويدس كورتيكوستيرويدس مشكلتها تضرب لك شنو اليميون المناعة فلما يضرب اليميون سيستم يعني مالتنا شنو يصير يقل صح لو لا فهذا يسموه شنو يسموه اميون يعني احنا وقفلنا اليميون سيستم مالتنا فبالتالي لما يوقف عندك فخلاص اي بكتيريا او اي فانغس اي بارازات ممكن يدخل بجسمك بسهولة تمام؟ عندك نظام الحماية فقدتها او ناس اللي تتعرض لاشعاع شسمه للعلاج الكيمياوي كيموثيرافي او الناس اللي يجي لهم هم يومن اميونو ديفيشينسي فيروس هذا الفيروس لما يأتي يقلل المناعة نفس السالفة مثل ما قلت لك يخلي جسمنا اكثر ارضة لأي واحدة من الانفكشنز تمام؟ وعندك ايدز اللي هو اكوارد اميونو ديفيشينسي سيندروم تمام؟ هذه كلها ريسك فاكتور تعتبر طيب ما عندك بعد؟ عندك نوع من الفورمس فورم من الفورمس للكنديدا يسموها فانجل هايفي هايفي هذا مثل شريط يصير تمام؟ خليني اشوفك هنا بهاي الصورة تمام؟ شوف شكل من اشكال الكنديدا مجرد بس يجي يعني يضرب جسمك همينة في حالة اذا ضرب ايش راح يسوي يسبب لك مشاكل في الاروي اشهر مثال عليه هو ازمة او الربوي ان سميه احنا طيب هذي ما مطلوب من عندك لان هو ما ذاكر لك تمام؟ اضافة الى هايس سلايد هايس سلايد طبعا ما بها كل شيء تمام؟ ولا مطلوب من عندك قاعد يقول لك يعني مثلا أورال كيفيتي والأورال فيرينغس هذو اللي يساعدك في شنو؟ يساعدك في التنفس بريثينغ حدش تكلومي يعني أكل تشوينغ مضغ سوالوينغ يعني اذا اشوف هذا هم انا متعلق به الاناتومي ما ندخل به بس خلينا اقرأ لك احنا عدنا نشوف بالجسم عندك ازينشيل تمام؟ او primary salivary glands وعندك minor salivary glands تمام؟ الاساسيات هما من هما هذو الى ثلاثة اللي ذكرت لك تمام؟ اللي هما parotid و sublingual و salivary glands وعندك شوية في الميوكس ميمبرين مالتك في الهارت بالمالتك هذي هم salivary glands بس نحن نسميهم minor salivary glands هذو اللي قاعد يقول لك هم من الموجودين في الأورال كيفيتي و أوروفيرنغس اللي شغولهم شنو هم من يفرزوا لك saliva اللي تخلي تمام؟ حلقك ميبس تمام؟ يعني يخلي الحلق مالتنا رطبة تكون طيب هزا تيجي تسألني هو يعني ليش ذكر هذه المعلومة؟ ذكر هذه المعلومة شوفوا اياي دايما أي مكان تمام؟ جسمنا لما يكون dry يعني جاف فهذا يعتبر good media for infection يعني شنو good media for infection يعني يكون أفضل و أحسن مكان أنه ينمو بي الانفكشن تمام؟ فلازم على طول جي اايتمالتنا على طول جي اايتمالتنا أكرو طوبة تمام؟ حتى شنو؟ حتى ما ينمو على أي بكتيريا ماذا؟ قاعد يقول لك بس هذه آخر نقطة هي تحتوي على أنواع و أشكال من التشوز و بها أنواع و أشكال من الخلايا يعني قلت لك صراحة ما مهمة مجرد بس تفهمني هاي تشمع لما وخلص هنا عندك مرضين مهمين يجون في الثروت أو حتى في أورال كيفتي اللي احنا نسميهم واحدة اسمها ليوكو بليكيا والثانية اسمها أريثرو بليكيا ليوكو معناها لون أبيض ليوكو أبيض بليكيا معناها تقع رقعة أو بقعة نسمي وأريثرو بليكيا هذا بقعة حمرة تمام؟ هسا شوفك صورتها تفهمني دعنا نشوف صورتها هاي مثل ما قلنا لك هايانة أورال كيفتي خصوصا جاي بيه هذه البقعة الحمرة تمام؟ أما اليوكو بليكيا هي هاي مثل ما تشوفه لون أبيض طيب مشكلتهم هذول شنو؟ مشكلتهم أنه هما ممكن يقلبون بسهولة للشنو؟ للسرطان ليش؟ لأن يصير بهم ديسبليجي ديسبليجي معناها خلل في التنسج يعني خربطة تصير في الخلايا مالتنا تمام؟ فأي خربطة أو انقسامات مطبيعية في الخلايا مالتنا هذه قبل سرطان تمام؟ طيب إذن هي ممكن تقلب لي ديسبليجي ديسبلي نقرأ ما هو أريثرو بليكيا واليوكو بليكيا عبارة عن في الماث وموجودة في ثروت في الماث وثروت يعني الحلب اليوكو بليكيا أبنورمال أريا اللونه كان وأريثرو بليكيا هذا وهذا فرق بينهم إضافة قاعد يقول لك أريثرو بليكيا هذه مرتفعة شوية مرتفعة عن الطنج وأول ما تأتي أنت بس تقشرها تلاقيها بسهولة تنزف وياك فهذه الطبقة مالتها قاعد يقول لك بليتس إذن 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 الإذن تمام الارياز اللي شفناهم قلت لك بسهولة ممكن تقلب للسرطان إذن فقاعد يقول لك White or Red Areas May be a Cancer إذن إذن وهي تعتبر شنو طالما المرض اللي عندنا أو الليجين اللي عندنا بعدها ما قالب للسرطان أو بعدها ما قالب لي ال كانسر هذا نسميه Pre-Cancerous ليجين بري معناها قبل يعني الحالة هذه قبل ما يقلب للسرطان اكو احنا حالاتي هواية ننادي عليهم ونقول لهم يا اخي هذول السرطانات لا بعدها ما قلب للسرطان ايش وقت تقلب للسرطان لما يصير عندها ديسبليجي فطالما ما قلب بعدها للسرطان بس احتمالية اكو انه هي تقلب للسرطان فنسميها بريكانسرس ريجين تمام فمثل ما قلت لك هذه بريكانسرس كونديشن فبسبب شنو ديسبليجي اللي ممكن تحصل بيها واضافة انه انت ما تنسى انه هذا الاريثروبليكا او حتى اليوكوبليكا هم هذول ما عندهم اي اذى تمام يعني ما مؤذيين ما بهم باين زين نسميهم هارمليس كونديشنز قاعد يقول لك ممكن يكون بيها شغلتين وهذول الاثنين ممكن يوصلون شنو المرض هذا للسرطان اللي واحده اسمه هايبر كيراتوزز والثاني اسمه انفلاميشن هايبر كيراتوزز عندك انت طبقة في الخلايا مالتك هذه الطبقة احنا نسميها بروتكتف لاير زين اسمه كيراتين كيراتين هذي لما تزداد زين يسموها هايبر كيراتوزز زين ليش زادت لان صارت بيها ديسبليجي فاذا انت تشوف صارت بيها هايبر كيراتوزز او انفلاميشن اكو فهذه ممكن تروح تقلب لي السرطان زين طيب عندك واحد من التيومرز تمام اللي احنا نسميهم بناين سكويماس تيومر كلمة بناين اذا ما تعرفه زين معناها حميد ورم حميد طيب هذا ترجمة مالتها بس انطيني معلومة طبية مالتها شنو يعني يعني المرض هذا ما ينتشر زين مثلا طلع في الطنك خلاص رح يبقى موجود في الطنك ليش لان يكون جسمنا سوالة تغليف غلفها فلما انت تغلف هذا المرض او السرطان تمام فما يقدر ينتشر كنو وانت طوقته تمام فبالتالي عندك انت نوع من الاورام يجي في فلات سيلز او سيكويماس سيلز اسمه شنو بناين سيكويماس تيومر تمام ورم هذا يجي في سيكويماس سيلز عندك اولاني اسمه تمام سيكويماس سيل قابللومة وثاني اسمه كونديلومة اكومنتم تمام تعال خلي نشوف صورهم اللي عندك قابللومة هو هذا زين تشوف الشي مطلع مطلع لك هيج رؤوس تمام فهذا يسموه بابللومة بابللومة يعني ورم ورم حليمي يسموها تشوفها شلون صايرة عندك الثاني كونديلومة اكومنتم اللي هاي صورتها هذا شايف اللقمة لقمة نحن نسوي قبل مناكل اي اكل نسويه لقمة فيسموها كونديلومة اي مرض يكون لك هيج لقيمات هذا يسموها كونديلومة على فكرة كونديلومة هذه واحدة من الامراض سيكتشولي تمام ترانسميتت تمام يعني شنو معناها تنتقل بالشسمة بالجنس بالجنس الغير الشارعي تمام طبعا هذا ما شرط بس يجي فيه وراء الكافيتي لا يجي فيه الجينيتل سيستم همين طيب هذولا سببهم شنو الاثنين هذولا سببهم عندك فيروس فيروس خطير اسمه هيومن بابيلوما فيروس هيومن بابيلوما فيروس عندك بها نوعين نوع نحن نسميه سيرو تايب ستة وسيرو تايب إداعش تمام اكتب لك اياه هيومن تمام فابيلوما فابيلوما فيروس تمام هو هذا الفيروس اللي يسبب لنا هاي المشكلتين الورمين هذولي شفته وهذه الصورة اللي نجاوب لك اياها مثل ما تشوف اهنانا اش طالع مثل ما قلت لك مسنن يعني بيها سنون هذه السنون هي اللي احنا نسميها بابيلوما اوكي